اشتركوا في القناة والانتصار حياة الفرح والنجاح حياة الشفاء والوفرة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة العادة هي أن تكون في شراكة مع روح القدس أنك تسمع وأن تتكلم إليه أن تكون في شراكة مع روح القدس أن تتكلم إليه تسمع إليه وتتكلم إليه عود نفسك أن الشخص اللي أنت قاعد معاه هو شخص الروح القدس طول الوقت تكون مستمتع وتأخذ رأيه وتسمع كلامه حتى لو أنت تتكلم أحد دايماً تكون بص عليه كأن في شخص يماشي معك أنت عطيله تقدير فكر فيه عن عنك اتكلم إليه عن عنك أعمل العادة داي في حياتك أفسوس خمسة وأنت بتخلق العادة في حياتك العادات الروحية السليمة أنت بتشيل أمور تانية لأنفسك تقولي أنا في حاجات أساساً ما صلت لاش لقيتها لقيت نفسي بطلتها هي دي غلطي يا خمسة أنا أسف أفص خمسة وعدد أربعة نرم عدد واحد فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء أسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بالقدسين ولا القباحة ولا كلام السفاهة ولا الهزن التي لا تليق بل بل بالحري الشكر في الترجمة الثانية بيقول بدلاً من هذا اعلن الشكر بصوت عالي يعني بيبدل حاجة بحاجة العادات الصح بتحل محل العادات الغلط ده معناه انه يوجد ما يطلق عليه سحب عادة لو يكون حد مدمن في حاجة اسمها drug withdrawal أو الدواء بتسحب من جسمه فبياخد فترة فيها انه هو جسمه متدايق بقوة روحك تستطيع توقف اي حاجة مثلاً بوضح انه يوجد ما يطلق عليه انك جسمك هتلاقيه مستغرب في الوقت ده لو مش عارف الكلمة مش فاهم الفكر الكتابي الصح هتتخدع انك ضعيف روحياً لانك انت معتاد على الشيء الجسدك وقد يكون الناس اللي حواليك مستغربينك فلان فلان انت كنت بتشسم كتير في ايه خادم كان في باكستان باباك كلهم اللي في الجيش اول ما قبل يسوع رجع البيت قالوا يا ابني انت مش بتشسم مش شرف خمرة ليه في ايه خادوا على المصحة هرب من المصحة وعبر الحدود واكل من الشجر وشرب من المطر الى ان سافر وصار خادم كبير اوي في العالم دلوقتي بابا استغرب عليه في الاول العادات اللي كان شايفها في ابنه مش شايفها في ايه فقد يستغربك جسدك انت كنت متعود تصلي ولازم تهز جسمك جامد عشان تحس ان روح القدس هو كده دلوقتي حد قالك كفى هززين في اللحظة دي وقفت فحسيت كده انك مش ممتل بروح القز وانت تبطل العادة دي لا تخدع انك شخص ضعيف روحية افتح معي مرء السابع نفهم ان يوجد الامة لوقف اي عادة جسمك يلومك ذهنك ده طبيعي ما تستغربوش واجتمع اليه الفلسيون وقاوا من الكتب القادمين من ارشاليم لما رأوا بعض من تلاميذه يأكلون خفزا بأيد دانسة اي غير مخصولة لامو شايف لامو الشيوخ لامو انه هو تلاميذه يأكلوا بأيد دانسة لان الفلسيون وكل اليهود اذا لم يخسروا عيدهم باعتناء لا يكونون متمسكين بالعادات بتقريد الشيوخ هو من السوق لم يختسروا لا يأكلوا واشياء أخرى الكثير تسلموها للتمسك بها العادة هي الشيء تستلم وتجعل القانون وتتمسك به اشتغل عادة من غسل كؤوس وأبريق وأني وأني وأنية نحاس وأسر لماذا لا يأكل تلاميذك حسن تقريد الشيوخ بل يكونون خفزا بأيد بأيد غير مخصولة فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم أنتم المرؤين كما هو مكتوب هذا الشعب يقرمني بشرفتيه وأما قلبه تقعد عني بعيدا إذن العادة السليمة هي قلبك فيها حط قلبك فيها ببساطة اعنيها وقصدها وبرضو متنخدعش قد يكون إبليس بيحاربك ويقولك أنت قلبك مش في اللي بتعمله الدليل أن نفسك مش مفتوحة لا هي مش بالنفس القلب غير النفس قد تكون شهيتك مش فيها قد يكون ما عندكش الشهية ده جسديا لكنك نويت روحك جواها القوة أنها تعمل أي حاجة أنت عايزها من غير ما يكون في نفس مفتوحة فرع بين الروح والنفس والجسد فطبيعة تلاقي نفسك مش حابب ده جسديا ما تغلطش روحيا أنت حابب روحك كما يشتاق القيل بيشتاق إلى المياه بيشتاق نفسه يشرب عشان كده يوجد اشتياق في روحك للحاجات الروحية اوعى تنخدع في نفسك وتقول أنا مش حاسس بيها فبالتالي مش طالعا من روحك كونك نويت يا طالعا من روحك اوعى تشكي في نفسك أول ما أنت تمتلئ بالإلامة جواك وتسمح بالأفكار كنت معتاد أنك تتوب لمدة نص ساعة أو ساعتين عشان عملت الخطيئة فبتوع تتوب سامحني يا رب سامحني ولازم يبقى كذا بكو منديل أو بكرة خلصت علشان تقول عليها أنك أنت الآن تبت التوبة حقيقية بدموع فأول ما بتعمل كده العادة دي تخسرك الجعالة لازم تحصل حاجة ولازم تشوف بلوة حصلت تقول ما دي لازم تكون كانت قصاد الخطيئة دي وإلا كده إبقى أنا في كارثة مستنياني في يوم الأيام عشان أنا عملت الخطيئة دي وربنا مش يسيبني كده عشان يخليني أبطلها الله مش بتعامل بطريقة دي خالص الله مش بيفكر بطريقة أساسا عشان كده العادة إنك يجي حد يقول لك فلان خلي بالك الأمر مش بستاهل لأنك تتعمل كده ثق في يسوع تقول لي بالبساطة دي أثق في يسوع قابل البساطة دي ثق روح القدس يقولها لك بوضوح في الكلمة إنه لا يوجد دفع تمن خطيئة روبي يسوع دفعها إزاي أنا مش حاسس ما لا يجعب الإحساس أرى مؤمنين قتلى بسبب السلوك بالحوص الخامسة قتلى تقابل المؤمن ناشف وجاف ولا يعلم إن جواه أسد ولا يعلم إنه هو يستطيع كل شيء بسبب تسديق للحوص الخامسة بسبب إنه بيمشي وراها أنا مش حاسن عايز أصلي ويومها بيصلي بيصلي بإلامة وده بيخليه أعفر خطيئة تاني ومش بيبطلها افتح معي عبراين 12 عدد 12 خلينا نقرأ من عدد 11 ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بالحزن أما أخيرا نهايته تأديب يعني تقويم وتصحيح ممكن بيبقاش للفرح في الأول طبيعي مش كي جسمك مش بيبقى مفسوط أما أخيرا نهايته يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام لذلك قوموا الأياد قوموا الأياد المسترخية والركب المخلعة وإصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرق بل بالحريوشفة اتبعوا السلام مع جميع مع جميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد رب ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله انتبه للجاي كويس قوي يوجد من يخيب أي يقع يسقط من النعمة لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا المرارة هي إلامة فالشخص جوا إلامة ممكن يكون إلامة تجاه نفسه أنا مقصر أو إلامة تجاه الله أو تجاه الناس أو تجاه ظروف أو تجاه أنا لك ومعنى أنا أول ما شخص يسمح بدو وغير قابل للتصحيح بيعوج طريقه ويبتدي يسترخي روحيا الكتاب يقول اصنعوا لأرجو لكم مسالك مستقيم أول ما الشخص بيستسلم الأفكار دي بيمتلئ بالمرارة في داخله ويصنع انزعاجا فيتنجس به الكثيرون لألا يكون أحد يؤدي لاستباح بعد كده أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي الأجل أكلة واحدة باع بكريتهم فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد عيسو يعني أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع معنى الكلام هو أن يوجد أصل المرارة 15 أصل المرارة يخلي شخص يقع من النعمة يبتدي أصل المرارة ويشتغل جواه يصنع عن زعاجا ويؤثر على الآخرين يبتدي شخص يكون مستبيح مليان خسائر حياة روحية لا يستطيع استعادها مرة تانية حط في ذهنك نقطة إذا كنت عايز تمشي مع روح القدس توقع ركز في جملة دي توقع أنه سيدرب حط جواك أنه ستتدرب لا توقع أنا ماشي مع روح القدس هناك منطلق آخر أنا ماشي مع روح القدس معناها ربنا يساعدني ربنا معي وليس سيقوم بي سيقوم بي حاجات في الظروف لي أنا لا أنت إن وقعت تحت إيدي روح القدس وكنت جدي فعلا الطبيع سيغير الأفضل لا تعتقد أني وجوده معاك ومعيته معاك وعلاقته بيك أنت حبيبي أنت حبيبي عارفين ناس فاكرة كده يقول لك أنت حبيبي بس بطل كذا أنت حبيبي خلي بالك من كذا من أساسه لماذا تفكر كذا التفكير السليم هو كذا وفي وقت تاني يقول لك برافو عليك أنت ماشي صح تفرج عرب يسوع أول ملاء التلاميذ يتكلم مع بعض من الأعظم قال لهم تتكلموا في إيه في إيه بتتحدثوا وبدأ يعلمهم عشان كده إذا كنت عايز تعيش حياة روحية جدية صح وتبتدي عادات في حياتك تخلق سليمة لازم واستعد لتغيير اللم تعرف المبدأ دوه هتبقى طول وقت بتقاوم الروح القدس معتقد روح شرير فهنا عملت قولي لأ الروح القدس دايما مشجع أي ما هو مشجع ومن ضمن التشجيعات بتاعته أنه يصلح ويصحح ويدرب ويقود مش يشجع على الغلط فبالتالي استعد لروح القدس لنشتغل في حياتك لو أنت فتحت الخانة دي في تفكيرك وديت الاحتمالية دي في ذهنك يتفرج يحصل إيه وإنت قاعد مع الناس يبتدي يبوز العادات الغلط ويحط العادات الصح وتتكلم مع الناس يقول لك أنت بتتكلم كثير ليه كفاية قاعد ساكن أنت صوتك طالع كثير ليه أنت بتعلق كثير ليه أنت لماذا تعيد الكلام بعد ما الشخص قاله ما هو قاله أنت تعيد ه ليه أسكت دلوقت وتخرجه وتعمل كذا كان يعلم الناس تضع بيرفيوم روح القدس هيعلمك تعمل كذا إلا حضر المؤتمر فاهمني فبالتالي روح القدس هيعلمك كيف تجهز يومك تعمل وقتك صح افتع معي حزقية لتنين وعدد واحد اعتمد روح القدس تخل العدد دي فيك افتح له الباب استعد قال لي يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك أول حاجة رخص يقولك اعمل وأول ما بتتجاوب معي فدخل فيي روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي روح القدس هو ليقومك كل يوم الصفح مش المنبه بتاعك من سنين بقول الناس اللي بتلمزها لا تعتمد على المنبه بتاعك روح القدس هو لي يقومك الصفح اعتمد على روح القدس في الحتة دي وده عبارة عن عدم الاعتماد على أي شيء أرضي هو بيقومك ويقولك يلا عايزين نتكلم مع بعض ما تصحاش تبص على أي حاجة واتساب فيسبوك لا انتبه ليه في الحال إذا كان فيه أمر عاجل عود نفسك ودرب نفسك أن يكون أول رد فعلك أو ما تصح هو الشخص روح القدس تصلي بقلسنة وتتكلم كلمات على هذا اليوم عندما تبدأ تجد اليوم ترسم تظبط بعد كده إذا كان فيه حاجة عاجلة بتشوفها ترجع تقضي وقتك مع روح القدس أي عادة بتختلف فيه سح بين العادة جسمك يتضايق إذا كنت مش بتجوز وتجوزت يومك بيختلف بأنك أنت دلوقتي معك الشريك حياة إذا كنت في المدرسة وراح الجامعة اليوم بيختلف بتاعك فمتعش تعتقد أنك ضعيف تروح حيا لا تنخدع لا تلام فقعد يلومه الله الله الشيوخ قعد يقوله أنت ليه حكايتك أنت جايب عقيدة جديدة أماذا أنت أي حكايتك شكلك كده خليت عيالك يضيعوا بتوديهم من كليسة دي ليه ليه أصلا هما بطالوا يعملوا كذا وبطالوا يعملوا كذا وبطالوا يصاروا بالطريقة دي ويعملوا كذا هذه العادات التي يتم بسببها الإلامة العادات دي أنا محتاج أقف بكل فهم الكلمة اعتبر دايما شخص الروح القدس في حياتك ادي له اعتبار في أي حاجة في أي شخص راحتك بدأت تنمو وتكبر وتلمع عايش حياتك الروح القدس فقط انتبه لطريقة تفكير الكلمة العادات أمر سهل للخلق فقط امشي معاه مرة جاية هكي أعمل معاكم عن العادات خلينا وقف مع بعض نصال روح القدس يقدر يصحيك يقدر يقودك يدي لك قوة في شغلك يدي لك أفكار يدي لك ابتكارات انتبه لروح القدس انتبه لشخص روح القدس هو المدرب هو الشخص الذي يدربك هاللويا اوه هاللويا شكرا لك يا بابا شكرا من أجل روح القدس شكرا لك صوتك في الشكر ابتدي اخلق العدد جواك انك تخرج صوتك بالحمد والشكر والعبادة والتقدير اعبد بكل قدس اعبد بكل قلبك اقولوا انا انا ملكك انا انا بحبك جدا انت الغالي بتاعي انت السيد بتاعي اطلق قدس need youledge اطلق صوتك اطلق صوتك صلي بالروح ارفع ديك وأعبد روح القدس طول الوقت طول الوقت يتحرك عشان يسقيك عشان يشبعك عشان يقودك عشان ينعشك انتبه لهذا الشخص تجاوب معاه المدرب شخص روح القدس هاللويا نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي او اس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactusatlifechangingtruth.org نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر